فكرت أن هناك العديد من الجنسيات من مختلف دول العالم كيف تري هذا الذخم وهذا الحضور وأيضاً القمة العالمية للحكومات في نسختها العاشرة بماذا تصفيها وبماذا تختلف عن نسختها السابقة؟ طبعاً أنا سعيدة جداً أولاً لأنني وكبت القمة العالمية للحكومات منذ بدايتها من أول نسخة وكانت دايماً لنا مشاركات فيها القمة العالمية للحكومات تجمع أنا أعتبرها أكبر تجمع حكومي وأيضاً قطاع خاص لمناقشة المستقبل لمناقشة التطورات التي تحدث من حولنا يمكن استنس معنا أكثر التطورات تكنولوجية عن أي سنة ماضية فلهذا يمكن احتفالاً بالعشر سنوات والتغيرات اليوم التي تحدث حولنا سواء كانت تغيرات سياسية تغيرات اقتصادية أو حتى التغيرات الطبيعية يعني كلنا شاف المآسي التي حدثت من قبل تقريباً أسبوع في سوريا وفي تركيا كيف إحنا اليوم ممكن من خلال هذه القمة أن نناقش الشأن الإنساني الاجتماعي الاقتصادي الإعلامي وكيف ممكن أن دعم إغاثي بعيداً عن الحسابات السياسية يعني مش فقط دعم ولكن مبادرات تستطيع من خلالها دول ومنظمات أيضاً تقديم الدعم بأفكار جديدة بتقنيات جديدة مش شرط أني أنا أتبرع بلبس أو أتبرع بها ممكن هناك قد تكون أفكار جديدة جداً من خلال هذه القمة تطرح هذه الأفكار وهذه المبادرات وممكن أن تصبح المنطقة العربية سباقة في خلق الأفكار والمبادرات الحكومية الاقتصادية الإعلامية وهذا هو الهدف الرئيسي مثلاً من هذه القمة معالي الوزيرة كيف طاري مشاركة مصر كضيف شارف في هذه القمة لهذا العام طبعاً فخر جداً أن تكون جمهورية مصر العربية ضيف الشراف وأن يكون هناك حضور رفيع المستوى من مصر لأن بالنسبة لنا مثل ما قلت في البداية أنا أرى قصة نجاح المنطقة العربية متمثلة في الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية النجاح الذي بصراحة يعم على الجميع يمكن هناك كثير من المبادرات التي من خلالها نستطيع أن نوثق أيضاً هذه العلاقة ويمكن جاءت القمة العالمية للحكومات تأكيداً أن مصر لها الريادة وخاصة احتفالاً بالعشر سنوات مصر لها الريادة في قيادة المنطقة العربية في كافة القطاعات وأنا شخصياً شفت تغييرات التي حثت في مصر خلال السنوات الماضية الاقتصادية حتى فقط بالزيارة إلى مصر أو القاهرة أشوف تغيير في المباني الشوارع أشياء الواحد يلاحظها اللي جاي من برع يمكن أكثر خاصة إذا فترة كورونا ما كانت هناك أي زيارات فأنا بالعكس أشوف اليوم في فرصة كبيرة أن تقوم مصر بالدور الرئيسي لقيادة المنطقة العربية حتى نستطيع من خلال مصر وعلاقتنا مصر الوثيقة أن نظهر للعالم نجاحنا ومبادراتنا وأيضاً إنجازاتنا كيف يمكن إقناع المشاهد في المنطقة العربية بصلابة الإعلام العربي ودوري في حماية تماسك المجتمعات من التدخلات الخارجية ومحاولة إثارة الفتن يعني بالمحاولة ويعني الواحد يستمر في أن يطرح أفكار جديدة أن يتواصل يعني عدم التوقف ممكن أقول أنه بعدم التوقف عن أن أنت تواصلين المعلومة للمشاهد أو للمستمع وحتى للقارئ العربي بصورة مستمرة لأن الفراغ هو الذي يحدث مثل ما يقولون الفراغ هو اللي بيخلق الصدع أو الابتعاد عن المشاهد العربي أو عن عموما أي مشاهد في المنطقة العربية بشكل عام فيجب أن لا نخلق هذا الفراغ نحن كمؤسسات إعلامية لا نجعل الغير يدخل ونحن نتفرج مثل ما حصل مع ديزني نتفلكس اليوم حصلوا فراغ ودخلوا فيه والمشاهد العربي يالس ياخذ حصة كبيرة من وقتنا تحول إلى هذه المنصات أعتقد يجب أن نحن كمؤسسات إعلامية عربية أن نسد هذا الفراغ